هذو هم الفطائر ديال اليوم او معجنة مالحة على شكل شنيك شنيك مالح بطريقة سهلة وبسيطة غد نحضرهم بعجينة ديالبيتزا لكن بطريقة تخليهم يجيوا خفاف ورطبين كيفما كتشوفو هذو شكل ديالهم من الداخل كي تيبوهم زيان وكيبقوا خفاف واسفنجيين غير بالعجينة ديالبيتزا بطريقة سهلة وبسيطة الموادق ديالهم كي يكون لديد بزيف 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 فما تنسوش كيفما دائما تخلو لايك للفيديو وتشاركوه مع اكبر عدد من الناس العائلة والاصدقاء في واتساب انستغرام فيسبوك ميسانجر ونمشيو نبدو طريقة التحضير على بركتي الله غد نبدو بالعجين ديالبيتزا اللي غد نحتاجو فيه نصف كيلو ديالبطاك نزيدو عليه نصف معلقة صغيرة ديالملح ونخلطوه مع بعدياتهم مزيئ وغد نحتاجو 300 ميلي لتر ديال الماء الماء يكون دافي ضروري يكون دافي ما يكون شبال بزيف وما يكون شسخون بزيف غد نزيدو عليه نصف معلقة صغيرة ديالسكر نخلطوه تخليطة خفيفة وغد نزيدو عليه نصف باكية ديال الخميرة ديال الخبز الفورية ما يعادل 5 جرام اللي كنتو غد نتحضرو هاد المعجنات في نفس اليوم اما اللي كنتو غد نتحتافضو بهم المدة دياليومين او ثلاثة الايام فغد نتقلو الخميرة وتخلوها غير ثلاثة جرام كنخلطو الخميرة مع الماء والسكر وكنخلوها ترتاع لجنب المدة ديال 10 دقيق حتى كتولي بهاد شكل كيتطلعو في هاد الفقاعات من الفوق هكدا الخميرة عندنا بدت كتتفاعل كناخدو ذاك الخليط وكنزيدوه على الخليط ديال الدقيق كنجمعوهم مزيان اما بالايد او ممكن تخلطوه وتعجنوه في الخلاطة الالية غدي يكون حسن انا هنا خلطو بالايد حتى نورد طريقة لكل الناس حتى اللي ما عندهم ش العجانة الالية العجينة كيف ما كتشوفو ما كتكونش رتبة بززاف وما كتكونش قاسحة هدا هو الشكل ديالها كتكون خفيفة شوية هدا هو الشكل اللي خاتكم تحصلو علي العجينة كتكون شدة في راسها وكتكون رتبة في نفس الوقت غدي نغطيوها ونخليوها على الجن بترتاح المدة ديال نساعة حتى الساعة على حسب الحرارة ديال الغرفة لكل جو بارد فغدت تاخدو وقت طويل كالجو سخون فنساعة كافية وندوزو المقادير ديال الحشوة اللي غدي نحتاجو فيها الحم مفروم او كفتة ديال الحم وممكن تسخدمو ايضا الكفتة ديال الجاج او ممكن تسخدمو الطونة ونص بصلة حمرة مكطوعة الكتاع صغار شامبينيو او فتر المعلب او الفريش اللي عندكم وعندي هنا ثلاثة تلف سوس ديال التوم مع شوية ديال ربيع مكطع مزيان وقدي نحتاجو الربطة كبيرة ديال اليزي craftingاخ او ديال السباناخ او ديال السلق نغسلوها مزيان كننشفوها وrakطعوها وم Cityいつ Goods بالنسبة للتسبيلا قدي نحتاجو شوية ديال الملح شوية ديال كامون شوية ديال تعميرات شوية الأبزر وشوية ديال قزبر نشف ناخدو الاناء اللي قدي نخلطو في كنano that up depart in каким الrick one كنزيد عليهم شونطينيو او الفتر المعلب البصلة من الاحسن تستخدمه البصلة حمراء الربيع والتومة مقطعين مزيان وكنزيد عليهم الكفتة سواء الكفتة ديال الحم او كفتة ديال الدجاج او ممكن نزيده الطونة كنزيد عليهم الخلطة ديال العطرية او ديال البهارات وكنخلطو كل شي مزيان حتى كيتجمعوا عندنا المكونات كاملين وتوليوا عجين واحد بهذا الشكل كنرجعوا للعجين ديال البيتزا ديالنا من بعد ما خمر مزيان وارتافع الحجم دياله الضعف تولي بهذا الشكل تولي يرتب وخفيف بزر وكننا اخذوا طاوة اما طاوة ديال الفران او بلاتو ديال بلاستيك عادي كندهنوا بشوية ديال الزيت سواء زيت الزيتون او الزيت العادية على حسب المتوفر عندكم واللي حبيته وكنحطو فيه العجينة ديال البيتزا ندهنوها من الفوق بالزيت وغادي نسرحوها في البلاتو كيفما كتشوفو العجينة كتكون رتبة وكتكون خفيفة وكتسرح فحل كتسرحو في العجينة ديال المسمن من بعد ما نسرحو العجينة حاولو تضغطوها بالاسابع ديالكم بهذا الشكل باش ما تجمعش العجينة وغادي نسرحو عليها الحشوة وهنا عندنا جوج طرق انا الحشوة كيفما شفتو هنا ما طيبتهاش اعليش ما طيبتهاش باش هكذا مني غدا تتفل فران العجينة ديال البيتزا غدا تشرب هادك الماء او هادك الدهن اللي غدا يخرج من الكفتة باش تعطي حتال هادك الخبز ديال البيتزا تتعطي هادك الماء اللي كيكون لديد بثثث لكن هادك تيبقى على حسب ذوقكم ممكن تطيبوها قبل عادة تحطوها فوق العجينة هادك يبقى اختياري لكن هاده احسن طريقة اللي غدا تخلي هاد المعجنات ديالكم لديدة بثثث من بعد ما كنسرحوا الحشوة على العجين غدا نجمعوه بهاد شكل على شكل رول ففي هاد العجينة انا استعملت نصبه كيديا الخميرة مايو عادي لخمسة جرام حت غدا نحضرها في نفس اليوم لكن لكتو غدا نتحضروها يوم قبل وتخلوها لنهار التاني فامل الاحسن انكم تقلو كمية ديال الخميرة وتخليو غير ثلاثة جرام وهكذا من بعد ما تجمعوها تغطوها مزيان وتخلوها في تلاجة حتى النهار التاني لكن عندكم ضيوف او عندكم اي مناسبة عادة تقطعوها وتطيبوها في الفران وغدا تجيكم طريقة في حل يلا محضرينها في نفس الساعة من بعد ما كنجمعو الرول ديالنا قد نبدأوا نقطعوه اما تقطعوه بموس او سكين عادي او تستعملو الخيط لكن احسن طريقة واسهل طريقة هي الخيط وكتعطيكم قطاع كيكون شكل ديال هزوين بالسف فالسمك ديال القطاع يكون تقريبا بالسمك ديال 7 و 1 بهذا الشكل كيف ما كتشوفو شكل ديالهم كيجيب حل شكل ديال الشنيك لكن بطريقة مالحة وبعجين ديالبيتزا بمكونات سهلة و بسيطة فكنكملو نفس الطريقة حتى كنقطعو القطاع ديالنا كاملين هاد الكمية كتعطي تقريبا 20 حتى 22 قطعه ومن بعد ما كنقطعوهم عندكم زوج حلول تاني ممكن اما تطيبوهم كاملين او تحتافظو بهم في تلاجة لمدة تلاتة ديال الايام غير تاخذو شي طاوة او بلاسيك علبة بلاسيكية وتوضعو في هذا القطاع حاولو تفاصلو بناتهم بورق طبخ او بلاسيك او بلاسيك غذائي وتغطوهم بزيان وتخلوهم في تلاجة اليوم او يومين والوقت اللي حبيتو تخرجوهم تحطوهم في الطاوة ديال الفران وتدخلوهم يطيبوك وهالفتائر عندنا فرش بالنسبة لطريقة الطبخ قبل من دخلوهم للفران كندغطوهم بزيان بهذا الشكل وكنخليوهم يرتاحو 10 دقيق كنخليوهم يخمرو حتى يطالعو عندنا باش يجيكم العجينة رتبة ومنفوخة من الداخل كجي رتبة وشيشة من الداخل من بعد ما كنسرحوهم وكنخليوهم يخمرو 10 دقيق كندخلوهم للفران الفران ضروري يكون سخون مزيان على ميتين وثلاثين درجة وكنخليوهم يطيبو المدة 12 دقيقة بالنسبة للناس اللي عندهم الفرن خلو النار مجهدة من التحت وخفيفة من الفوق كي ياخدوها هما تقريبا 12 دقيقة ومن بعد ما كنخرجوهم هذا هو الشكل ديالهم تيجو الديد وزوينين وخفاف بزف ممكن تقدموهم هكذاك او تقدموهم مع سوس ديال الطماطم مع السلسة ديال الطماطم اللي سبقوا حدرناها او تقدموهم مع سوس ديال البشاميل او سوس ديال الفروماج كيف ما حبيتو طريقة ديالهم سهلة و بسيطة وكي يجو الديد بزف فانتمنى ان الفيديونا الاعجابكم وانا نلقاكم في الفيديو القادم ان شاء الله نهاركم بروك السلام عليكم